اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم يوفر في السور فتعتون أفواجا وفتهت السماء فكانت أبوابا وسيرت الهبال فكانت ثرابا إن جهنم كانت سير صادا للطاقين معابا لابسين فيها أحقابا لا يزوقون فيها بردا ولا شرابا إلا هميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كزابا وكل شيء أحصيناه كتابا فزوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتكين مفازا هدائق وعنابا وكوائب أجرابا وكأسا لحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كزابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروم والملاكة صفا يوم يقوم الروم والملاكة صفا لا يتكلمون إلا من أزن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فما شاء اتخذ إلى ربه معابا إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المروم قد تمت سرا ويقول الكافر يا ليتني كنت طرابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابهات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبعات أمرا يوم ترجف الراجفة تسبوها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمرورون في الحافرة فعذا كنا إزاما نخرة قالوا تلك إزا كرة خاسرة فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك هديث موسى إذ نادى ربه بالواب المقدستوى اذهب إلى فرعون إنه طبى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية القبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فهشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والغولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأبطش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما ومرعاها والجبال أرساها متاء لكم ولأنآمكم فإذا جاءت الطامة القبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجهيم لمن يرى فأما من طبع وأخر الهيات الدنيا فإن الجهيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتحاها إنما أنت منذر من يخشاها فأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو دحاها